ارتجاج الرأسة او الدماغ خلال لعب كرة القدم اذا الانسان بيلعب كرة القدم فطبعا ويرد النوع يتعرض لاصابة من الاصابات ان ممكن احد اللاعبين تصطدم الكرة بعنف وبقوة بالرأس في بعض الناس يعني ممكن حسب قوة الصدمة او الدربة اللي بتتعرض لها الرأس يعني ممكن لا يعاني من ايه مشكلة وممكن الامر يتفاقم عند بعض الحالات ويصل الى اصابة شديدة او ارتجاج دماغي فطبعا دي مشكلة بتنطوي على مجموعة من المخاطر كمان ممكن يكون الاستضام مش لازم بالكرة انما اللاعبين بيصطدموا ببعض بعنف ممكن لعب رأسه اصطدم بعنف بلاعب اخر فبالتالي اصيب بصدمة او بارتجاج في الدماغ طيب مشكلة الارتجاج الدماغي هو طيب مشكلة الارتجاج الدماغي ان هي ممكن تؤثر على الزاكرة وعلى القدرة على التركيز وعلى امور عقلية اخرى ليس بالضرورة ان الارتجاج دائما لالشخص اللي اصيب بارتجاج في الدماغ يفقد الوعي مش لازم بالضرورة وبالتالي ده بيصعب ما اذا كان الشخص مصاب بارتجاج في الدماغ او لا طيب ازاي بيتم التمييز ما بين اللاعب المصاب بارتجاج الدماغي اذا كان الشخص يعني كن فيه ماتش بنتفرج على ماتش واحد اللاعبين اصطدم بعنف برأس اللاعب اخر ففي احتمالية ان يأما واحد فيهم اصيب بارتجاج في الدماغي اما الاثنين اذا كانت الصدمة قوية اصيب بارتداد في الدماغي بنميز الكلام ده من على بعد من مجموعة من العلامات منها اولا طبعا في المقام الاول اذا فقد احد اللاعبين الوعي او الاستجابة لمحة فجأة نزل في الارض سقط ولم يتحرك او يعني هو عينيه مفتوحة ومدرك لكن فقد حسن السمع والنطق مش قادر يتواصل مع الاشخاص المحيطين به او اذا الشخص بقى ممدد على الارض بلا حراك وواجه صعوبة في النهود او في بطء في النهود مش قادر يتحرك مش قادر يرفع جسمه او يقوم باي نشاط حركة او اذا عانى احد الاشخاص من مشاكل في الاتزان والتنصيق بين حركات وجه يقف سقط مرة اخرى جه يقف جه يخطي خطوة مش قادر في تقل في محاولة تحريك القدم او اليدين او الزراعين في صعوبة في اتأذر الحركة فبالتالي في مشكلة او اذا الشخص ده لاحظنا ان هو بيحاول يمسك راسه بين ايديه بشكل متكرر بعض الاصابة فده دليل عن ان هو يشعر بشيء غريب في الدماغ ربما دوخة شديدة ربما قلم شديد او اذا كان احد الاشخاص بعد هذه الصدمة القوية اصبح في حالة زهول وحالة ضياع يعني يفقد التمييز الاشياء من حوله فجأة حسب ان هو بقى في عالم غريب او اذا احد اللاعبين اصيبه بخلط وعدم تركيز وادراك لما يحصل من حوله يعني مش قادر عادي يميز لا الالوان ولا الاشخاص المحيطين به ففي الحالة دي او في احتمال كبير ان هو اصيب بارتجيك في الدماغ او تأثرت مراكز الذاكرة عند هذا الشخص طيب ممكن ان الشخص المصاب يشعر باحد الاعراض الاخرى بعد الضربة وبالتالي في احتمالية لاصابته بالارتجاج الدماغي ايضا تكون كبيرة زي فقدان الوعي او الشعور بالصدع وضغط في الرأس والالم في الرقبة الاصابة بتشنج اصبح اللاعب مضطرب ان فعاليا يعني اصبح حزين اكثر حزنا في طباط او في مشكلة في التوازن في شعور بالارتباك والدوار وعدم مضوح رؤية اذا اللاعب او هذا الشخص اصبح يتقيق ومصاب بالغثيان اصبح يشعر بالتعب والخمول اصبح في حساسية للضوء والضوضاء مش قادر يتحمل الضوضاء فقد الزاكرة في صعبه في التذكر والتركيز اصبح بيعني من حالة عصابية وقلق وبالتالي في احتمال ان هو مصاب بارتجاج في الدماغ طيب للتأكد من اصابة احد اللاعبين بالارتجاج الدماغي ممكن يتم توجيه بعض الاسئلة لهؤلاء الاشخاص بيبدأوا طبعا بيتدخل الطاقم الطب او المسعفين علشان يقدروا يقيموا الوضع بشكل مبدئي بيبدأ المسعف او الطبيب المرافق يسأل الشخص او اللاعب اللي اتعرض لصدمة قوية في الرأس يعني يسأله عن المكان اللي هو فيه انت فين دلوقت يبدأ يسأله مثلا عن جزء محدد في المباراة انت احنا في الشوط الاول ولا شوط التاني مثلا يبدأ يسأله مين اللي جاب اخر جون اخر هدف ممكن يسأله مثلا اخر مباراة انت لعبتها كانت امتى طيب كانت نتيجة اخر متش انت لعبته امتى طيب المنتخب اللي انت بتلعب مع فاز وفاز بكم هدف المهم بيبدأ يسأله اسئلة تستدعي معلومات من الذاكرة بعيدة المدى علشان يقدر يحدد هل هذا الشخص اللاعب المصاب يعني قادر يستجيب وقادر يميز الاشياء ام ان الضربة قوية اصابته بفقدان للذاكرة طيب في حال اصيب اي لاعب بارتجاج دماغي طبعا بيتم توقيفه فورا عن اللعب وعدم اعادته الى ان يتم الانتهاء من التقييم الطب الكامل وفي الحالة دي قالوا ان يجب ترك اي لاعب يشتبه باصابته بالارتجاج ان هو يستريح وما انفعش انسيبه لوحده لازم حده مرافق ليه وطبعا بيمنع من ان هو يكمل باقي المباراة يعني ممكن في بعض اللاعبين يضطروا ان هم يخرجوهم من المباراة وبيمنع طبعا ان هو يمارس اي نشاط ممكن يعرض حياته للخطر زي قيادة السيارة او الدراجة لان هو ممكن يكون لازال في مرحلة عدم استقرار ممكن يصاب في اي لحظة بمشكلة عصبية تجعله يفقد التحكم في جسمه فبالتالي يقوم بحادث سواء كان سيارة او دراجة بيتم وضع هذا اللاعب تحت الملاحظة فترة كافية ممكن ايام بعد تعرضه لهذه الاصابة للتأكد من عدم وجود اي مضاعفات خطيرة اصابات الرأس من الاصابات القوية من الاصابات التي ينبغي الانتباه لها لانها ممكن تشكل خطر كبير جدا على حياة الشخص اللي بيتعرض لها ده كان اهم المعلومات عن الارتجاج الدماغي اثناء لعب كرة القدم في النهاية اتمنى السلام لجميعنا لتقي باذن الله في فيديو جديد وموضوع جديد موسيقى